مرحبا فيكم في حبايبي برج العزراء. تحديات وشغلات. فان شاء الله الوراء هذا الفترة تكون يعني ايجابية. خلينا نشوف طاقتك في هاي الفترة كيف عامله يا عزراء. اها. شايفيتك عم تاخد حقك او مصر انك تاخد حقك من شخص سلبك اه شيء سلبك مال سلبك عواطف. اه سبب لك قذلان عم بتكون مركز كتير هذا الفترة انك ما تخسر انك تضلك في ايدك يعني خلينا نقول سيف الانتصار وعم بشوف منتصر في هاي الفترة. عم بتحاول تحاول تقول الفترة انك تاخد حقك وفي النهاية رح تاخد اه حقك. خلينا نفتح ازا لهاي الفترة. لبرج العزراء. يارب يكون حلو. تنتهي المشاكل عندهم. يعني حتى الاشخاص اللي بعرفهم من العزراء كتير فعلتبوا يعني من. فان شاء الله خير يا رب. اه في مشروع جديد. في حب جديد. اه يعزراء. فانكون متفائلين. اه اه. اه. ممكن تكون اه يكون مال. ممكن يكون مشروع جديد. اه ترقي في العمل. فشي حلو. عم نشوف برج الحمل ايضا. صاهر عندك. ميزان. تور. بالنسبة للطاقات. عم بتكون طاقات اه هوائية بامتياز اه نارية ترابية. اكتر شي. اه. في برج السرطان. في اكتر شي عم بتكون. اه. عم بشوف اه في عندك اه شخص. ممكن تكون انثى على فكرة. انثى متسلطة. انثى ضرتك اه بموضوع من المواضيع. اه. كان في حسد من ناحية كان في شر. كان في اه. هاي على فكرة ممكن تكون هوائية او مائية. الانثى ضرتك بشكل كبير. ولكن بشوفك عم اه تاخد اه حقك وعم بتكون اكتر صرامة مع مع هذا مع هاي الشخص مع هذا الشخص. ممكن يكون انثى وممكن يكون ذكر. لكن انا يعني برجح انه يكون انثى. عم بشوفك اه كتير اه يعني اه متمكن اه خاصة في العمل ممكن يكون كمان في العاطفة. هاي القراءة عامة وال بالنسبة للعاطفية ممكن تكون عكسية. فعم بشوف كتير اه متمكن الامور عم تمسكها في ايدك من بعد ما كانت اه ضايعة. اه عم بشوفك بتطلع من طاقة اه طبعا في اه شخص على الصعيد العاطفي على الاغلب. اه سبب لك ازى معين بسبب علاقة اه ثلاثية. ولكن هاي العلاقة الثلاثية منتهية مبين عندي. اه رح تنتهي بهاي الفترة الكرت اه طالع مقلوب. اه الشريك رح يختارك. اه مبين انه بالفترة الماضية كنت كتير اه من كتر الارق والكزة. اما صرت تتعاطى. خلينا نشوف. خلينا نحكي اه 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 ادوية او كزة عشان تنام. عم بيكون عندك مشاكل في النوم. او حتى مشكلة صحية تشكلت عن عندك نتيجة اه مشكلة روحانية او اه فراء او اه حزن معين. ولكن اه هذه الفترة رح تكون عندك اه يا عزراء كتير اه امور بتخليك متمكن. اه معلومات. اه حقائق عم تظهر قدامك نهاية لعلاقات ثلاثية. عم بشوف الشريك اه مندفع ناحيتك. اه ممكن كمان يكون على صعيد اه العمل. اه عم بشوف اكتر من فرصة قدامك في العمل لحتى يعني اه فرص عمل جديدة. وحتى بالعمل اللي انت فيه عم بشوف زيادة زودة بالمال. اه اما ترقي او اما يعني موضوع من هذا القبيل. اه مشروع عم يزدهر. اه كمان ممكن يكون هذا الكرت عبارة عن اه طاقات سلبية عم بتأثر على تشاكرات عندك. فكون شوي وعم بشوف هون تشرافي من هذا الموضوع على خير هاي الفترة ان شاء الله. اذا كان هذا طاقة سلبية. انا بشوفه طاقة اه سلبية قوية. اه اذا هذا بشكل عام. اه عم بشوف فيه فرصة حمل للعذراء ان كان اه انثى او الرجاء العذراويين اه يعني نساؤهم. فيه فرصة ان يكون فيه اطفال. اه فيه احتفالية رح تكون بالنسبة للمتزوجين خاصة اه اه يعني اه احتفالية رح تكون اه على اه على نية انه تتصلح الامور على نية انه تتجدد الحب تتجدد المشاعر. اه عم بشوف الشريك اه مندفع نحيطك هاي الفترة وانت قاعد وعم تتفرج يعني عليه وعالطرف الثالث اللي عم بنتهي وعم بتكون متحكم ومسيطر هون عندنا كتير. اه قلنا بتوقع الابراج. الابراج عم بتكون ميزان او طور. اه حمل زي ما قلنا اه هوائية نارية اه ترابية. في مائية بس يعني في مائية ايضا. بس اه خفيف يعني مش اه كتير. فهاي الاكترية الابراج. اه عم بشوفك يعني كنت بدك تسافر او حابب انك تبعد وتروح وعن الحبيب او وتروح عن المكان اللي انت فيه او تنتقل. اه لكن انا نصيحتي ايلك في هاي الفترة ما تتحرك. خليك زي ما انت. ما تاخد اي قرارات في هاي الفترة. رح تكون نوعا ما ضدك. فشوف هون الكرت كرت القرارات او كزا طلع لنا مقلوب. هاد التحذير انه ما ناخد قرارات. ولكن المشروع اللي جديدة. حب جديد عم بشوفه ايضا العزاب. اه فرصة حلوة. عم بشوف في معجب. اه فيكم يا برج العذراء. يمكن حاول مرة او مرتين او ثلاث انه اه يعبر لكن مش قادر انه يدخل معاك في علاقة. فانا عم بقولك انه اعطيه فرصة. اه ممتازة بالنسبة اليك. حلو كتير الكروت. عشبتني. خلينا نشوف اكتر على العاطفي. على الصعيد العاطفي. ان شاء الله كمان يعني احنا حكينا عن العاطفي طبعا قبل شوي اه اكمل نقطة بس كمان تأكيدا انتصار رائع جدا انتهاء لعلاقة ثلاثية او انتهاء لشخص عم بيبارزك في العمل. عم بيحاولي تنافس اه انتوية. عم بشوف عندك النصر هادا الكرت التاني. عم بشوف اليك اكتر من اه امنية على صعيد الحب والعواطف. عم تت يعني عم بتتبلور من بعد ما كانت احلام او معجزات بالنسبة اليك. عم بتكون في اه بوادر حلوة من ناحية الحبيب. ولكن بدي شوي احذرك من هذا الحبيب عم يطلع عنا شوي هذا الشخص. اه فيه صفات نوعا ما اه عم بتلاعب اه في اشخاص فيه شغلات عم بيخبيها يمكن بشكل عام. اه عم بيكون اه مولدا نوعا ما او كزا اه بيعمل شغلات ما يعني مش كتير بترضيك. اه عم بشوفك عم اه بتحط حد لهذا الموضوع هاي فترة. اه عم بت بتحاول انك اه اه تعطي حجمه الطبيعي. اه شايف انه الحب بنات كم اكبير اه عم تتخيلوا بعض عم بتحبوا بعض يعني حب حقيقي. بالنسبة للمطلقين عم برشوف اه رجوع يعني من نوع يعني اخر. رجوع بشكل حلو لكن بشكل مفاجئ. الزوج عم بيقدم تنازلات شايفة او الشريكة عم بيقدم تنازلات معينة. عم ينهي طرف ثالث اه كرمالك لحتى يعني ترضى او انه يثبت لك اه حسن النية. اه عم بشوفه بيحبك على العمياني زي ما بيقولوا. يعني زي مغمض عيونه بيحبك عن جد. اه رغم انه عم بشوف كتير فيه اختلافات وكتير فيه عوائق بناتكم. اه عم بيغمي عيونه وعم بيحبك بيحب غير مشروط خلينا نقول. طيب خلينا نشوف العقل الباطن طبعك هاي الفترة. يا برش العزراء. اه شو عم بتركز على شو ممكن يطلع لنا عشي مختلف ما بعرف شو. طلع لك كرتين. اوه. هاي المشكلة اللي قلتلك عنها. نهاية الطرف الثالث راح تكون قريبة جدا وراح تكون مؤلمة للطرف الثالث. بالنسبة لك انت راح تكون عم بتفرج بمتعة يعني هيك زي المغمض عين ومفتح عين عام حالك مش شايف. بس عم تكون كتير مبسوط بنهاية الطرف الثالث لانه فعلا ازاك. ازاك على الناحية المعنوية وعلى الناحية انه كان يعمل اعمال وشغلات للك وللشريك. فشايت انه انتصار بكل معنى الكلمة. يعني اكتر من انتصار على هذا الشخص. على مراحل راح تكون. فشي كتير حلو. خلينا نشوف ازا في تحزيرات للك هذا الشهر. او حتى مش تحزيرات ما يطلع لنا كرت تاني. او. اه شوف هنا زي تطمين بالعكس مش تحزير. اه طلع لك مثل الكلب اللي بوفي. الحبيب اه وفي للك. اه ولكنه تحت اه ضغوط معينة. ما بعرف شو هي. ممكن تكون طاقات تلبية من طرف ثالث. ممكن تكون اه من ناحية العمل. ممكن اطراف عم يتدخلوا. ولكن هو من داخله عم بيكون وفي للك. و اه يعني مثل الكلب الوفي مثل الشخص اللي بيخاف عليك. الشخص اللي بيحبك من جوات قلبه. ففي عقل الباطن جدا بيحبك لكن بدك تصبر على هذا الوضع لحد يسمى تنحل هاي الامور. كلينا نشوف الفريقات اذا في ايشي. اه نبين انه الحبيب رح يرجع. في شخص اما صديق او حبيب او كذا رح يرجع ولكن انت رح ترفض. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة